اشتركوا في القناة التعليم هو أساس التسامح أساس الفكر المتنور كل ما إن الإنسان أصبح متعلم كل ما بيكون أفكار نيرة ويتعامل مع الأديان الأخرى مع الناس بكافة جنسياتهم يؤمن بالتعددية فهذا الموضوع نعتبره جدا مهم والبحرين طبعا لها تاريخ عريق في موضوع التسامح منذ بداية وجود الدولة وأيضا ما قبل حتى الإسلام اليوم نتكلم عن التسامح مملكة البحرين وشعبها أعتقد أن التسامح رسخ فيها منذ الأزل نتعايش في المنامة نتعايش مع جميع الطوائف والأديان في مملكة البحرين كما شهدنا في هذه الندوة بأن تاريخ مملكة البحرين منذ الأزل منذ دخول الإسلام إلى مملكة البحرين التعايش مع جميع الطوائف مع الأقلية والأغلبية بقلب أبيض وهذا ما عهد به شعب مملكة البحرين اليوم دورنا احنا كمجلس تشريعي في مملكة البحرين اعتقد بسن التشريعات والقوانين وذلك ما نص عليه المشروع الاصلاحي لسيدي جلالة الملك المفدة وهذا ما نراه هنا المسألة من خلال عمل المجلس النيابي في البحرين ومن خلال لجنة حقوق الانسان في البحرين او في الخارج طبعا احنا عايشين في مجتمع بيسود التسامع والمحبة والالفة ما بين الجميع احنا بنشهد بكده وفعلا مجتمع البحرين هو مجتمع قائم على التسامع الكل ليه نفس الحقوق ونفس الوجبات فاحنا عايشين ولمسين اللامحة الجميلة ديت وطبعا دور التعليم مهم جدا لان التعليم هو اللي بيطلع عن ناشر وبيربي في الشباب وفي الاجيال اللي طلع قد ايه قبول الاخر والتسامع والتعايش ما بين الكل احنا بنصلي ان ربنا يديم على البحرين الروح الحلوة وبنصلي من اجل قيادة البحرين ان يحفظ جلالة الملك الملك حمد بن عيسى الخليفة ربنا يحفظه ويديله الصحة والعمر الطويل يعني هذا المؤتمر اللي اطلق عليه نتسامح لنتعلم لنعمل لنكون مؤتمر يتزامن مع مئوية التعليم في مملكة البحرين التعليم من الاشياء او القضايا المهمة في المجتمع اللي يترسخ قيم التسامح والعيش المشترك وهذا الشيء موجود في البحرين منذ القدم مثل هذه الامور تؤصل ما هو موجود في تاريخ البحرين اهمية التعليم في تعزيز هذه القيم فحقيقة هذا المؤتمر جاء في الوقت المناسب وانا سعيد جدا ان اشوف طلاب من الجامعات المختلفة مشاركين في هذا المؤتمر ووضحوا لنا التاريخ القديم للتعايش والتسامح في مملكة البحرين كل ما بنوه أبائنا الأوليين اليوم وضحوا لنا الصورة الاخوان ماغا الصراء ورئيس السابر لبوسنا والهرسك والكاتب البحريني القدير وهذا الشيء نعتز فيه وحنا مطالبين فيه اننا نطبغى ونعلم اخواننا نعلم الأجيال اليوم ان شاء الله ان البحرين هي شريان التسامح في الشرق الشرق الاوسط في المنطقة العربية والخليجية البحرين والله الحمد تعيش قصة من التسامح بين الأديان وهذا الشيء يمكن مرتبط بالبحرين دائما عندها قصة بالسبق والريادة في كل المجالات وهذا ليس بالغريب البحرين والله الحمد منذ مئات السنين تعيش تعايشا في الأديان والطواف كلهم يعيشون جنبا إلى جنب في محبة وإخاء وما نلمسه اليوم اعتقد هو نتاج لهذه الحصيلة التاريخية منذ الأزل وهذا مواجب عليها أهل البحرين قدما قديما وحاضرا ومستقبلا ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة